بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد حياكم الله أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات المشاهدين والمشاهدات عبر قناتكم الرائدة قناة اقرأ الفضائية حلقها الأولى من الجزء الثاني من برنامجنا بيت على الموج صحبناكم في الجزء الأول في تأملات عن حقيقة الدنيا ودعوة إلى أن نتعامل معها وفق حقيقتها تلك الحقيقة التي جلاها لنا ذلك الأثر العظيم عن السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام عندما يقول الدنيا مزرعة فاعبروها ولا تعمروها فمن ذي الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا لا تتخذوها ربا فتتخذكم عبيدا وصحبناكم ولله الحمد والمنة في رحلة ماتعة عبر ثلاثين حلقة للحديث عن حقيقة الدنيا وعن حقيقة الزهد وعن حقيقة المعارف الأربعة التي يجب أن يعرفها كل واحد فينا اعرف خلقك اعرف من أنت اعرف ضعفك اعرف احتياجك اعرف من تكون اعرف خالقك اعرف الله سبحانه وتعالى الذي خلقك والذي أعطاك وفطرك وبرأك الله العظيم القادر المنتقم الجبار الرحيم الكريم اعرفه اعرف المسير الذي أنت تسير فيه اعرف هذه الدنيا التي أنت تعيش فيها وعرف المصير الذي أنت صائر إليه في النهاية إما جنة أو نار وصغنا هذا كله تحت عنوان بيت على الموج لندلل ونذكر أنفسنا أولا ثم الأحبة بحقيقة الدنيا وأنها زائلة وأنها ليس لها ثبوت إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت لا أستطيع أن أطلب من الإخوة الكرام السادة والسيدات أن أقول كما قال علي بن أبي طالب يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثا لا أطلب هذا مني ولا منكم لأننا لن نستطيعه ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله أرسل رسالة لنفسي أنا وأتأمل وأتأمل في ذلك العتاب الرباني العظيم الذي يخاطبني ويخاطبك الله سبحانه وتعالى ويقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لكم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ وَمَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلَ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله النفر هنا لا يقصد به الجهاد فقط بل ما لكم إذا دعيتم إلى معرفة الدنيا وحقيقتها إذ ثاقلتم وانظر إلى هذا التعبير القرآني الذي يشعرك ويحسسك بالثقل والركون والبطء إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة تأمل أيها الكريم سبحان الله العظيم المغتني بها والله فقير الغنى الحقيقي هو الغنى بالأعمال الصالحة وإنت ماشي في الطريق استأذنك أطلب منك طلب يعني محرج شوية لو رأيت صندوق نفايات كبير جنب الشارع انظر ماذا فيه إما تجد فيه بقايا أطعمة أو بقايا ثياب أو بقايا أثاث ما هي هذه الأشياء دنيا أموال يعني تشتري الأشياء ممكن شخص يعص الله سبحانه وتعالى من أجل أن يكنز أموالا ثم يشتري بها طعام أو ملابس أو أثاث أو يستخدمه ثم يرميه في سلة المهملات وفي صندوق النفايات إما أن يأكله ويخرجه فضلات أو يزيد ويرميه في سلة المهملات الدنيا مزرعة قصيرة وحاجاتها لا تنتهي تريد أن تشتري جهاز اليوم وتتعب نفسك أو سيارة تتعب نفسك من أجل أن تناله وأن تحصل عليه ستشتريه وبعدين رغبة جديدة أريد أن أشتري الإصدار الأحدث وبعدين أتعب نفسي أريد أن أجمع فلوس عشان أشتري قطعة أرض جمعت واشتريت وبعدين أبغى أشتري قطعة أرض أكبر وبعدين رغبة تلوى رغبة لا تنتهي وآخرها متر حفر ومترين قماش ذلك الرجل الذي قيل له لخص لنا الدنيا وحياتك كيف رأيتها قال هذه حياة السابقة كلها لخصها في ثلاثة أبيات يقول مرت سنون بالسعود وبالهناء سنوات جميلة من عمري مرت سنون بالسعود وبالهناء فكأنها من قصرها أيام ثم انثنت أيام ضيق بعدها فكأنها من طولها أعوام ثم انتهت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام هي هذه الحياة تدور من فقر إلى فقر ومن حاجة إلى حاجة ومن رغبة إلى رغبة يدور في ساقية الرغبات وبعدين سيموت لكن الغنى الحقيقي هو الذي يعرف القدر الحقيقي للدنيا وأنها بيت على الموج ليس لها ثبات ليس لها ثبات اعرف هذه الحقيقة اعرف هذا المعنى حول هذا المعنى وحول المعارف الأربعة خالقك خلقك مسيرك مصيرك يدور برنامجنا بيت على الموج وفقني الله وإياكم لكل خير أيا من يدعي الفهم إلى كم يأخى الوهم تعب الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخش من الفوت فتحتاط وتهتم إذا أسخط مولاك فما تقلق من ذاك وإن أخفق مسعاك تلضيت من الهم وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم